السلام عليكم ايو ايو تقول ايه ايه عفوا اصاباء 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 يعني ما اظن الشيخ يقول كده ابدا الشيء انت تزوى من الشيخ رحمة الله علي يقول لو عندك مرة تجيل اين قال اذا الكلام اين قال اذا الكلام يعني يقول لك الشيخ اذا اصابك مرض جلدي تقرأ الاية فاصاباء صارن في نارن فا احترقت لا 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 ما اظن الشيخ اقول لك الشيخ اه لا يقبل اصلا من اي واحد قائله الا من رسول الله الا من رسول الله لا يصح هذا الكلام معنا ثبت عن شيخ ام لم يثبت اثبت عن رسول الله واحد عنده مرض جلدي يقول فاصاباء صارن في نارن فا احترقت الكلام ده كلام ما اعرف لهش يعني ان قاله الشيخ محمد ابن مسلمين رحمة الله عليه في تجربة شخصية هذا خاص به لان اخو شرعانه من تجربة شخصية لا اي عالم ولا لا اي شخص عندنا الايات والاحاديث وابعدين الي جاب اصاباء اصاروا فيه نارن فا احترقت بهذا المعنى عندنا احديث عن رسول الله بسم الله ثلاثا اعوذ باجزة الله وقدراته من شرم اجده احاذر سبعا هذا الورد في السنة اذهب البأس رب ناسي انت شاف الاشفاء الاشفاءك انما اجب عقوبة في محلها اصاباء اصاروا فيه نارن فا احترقت كلام كلام لا يدخلوا اقل هذا الكلام ايضا الذي خرج به واحد يقول لك لو المرأة لا تحمل تقرأ مش عارف ايه او عند عمود فقري يقرأ كل هذا تخريف ما لها مجتمع من الكتاب ولا من السنة كن واحد شيخ قدرا توافق ان نقرأ ايه على شيء معين لا نقض من شرعا الا من رسول الله عليه السلام ومرغي بهذه اشتركوا في القناة